اشتركوا في القناة 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 في الجهاز بي 4 كاميرات مثل ما تشوفون بترتيب مستطيل ونفسها بالضبط اللي موجودة بالجيل السابق الكاميرا الاساسية بقوة 64 ميجابيكسل وفتها العدسة F1.8 وكاميرا تين وحدة للعزل والثانية للماكرو بقوة 2 ميجابيكسل وكاميرا للفيديو بقوة 2 ميجابيكسل كذلك الكاميرات الخلفية جربناها بالجيل السابق وانطت نتائج محترمة خصوصا العدسة الاساسية تفاصيل مقبولة ونويس قليل بالصورة طبعا تقدر تصور فيديوهات بدقة 2K بسرعة 30 أطار بالثانية ويضا انفينيكس قنت عن تثبيت الفيديو لقصة مستوى السوبر ستيبل فيديوز تكنولوجية الفيدهانس ستيبلايزيشن لمنع اهتزاز الفيديو بشكل أفضل من السابق حتى تحصل على أفضل تثبيت ممكن وكاميرتين عندك لتسيلفي الرئيسية بقوة 16 ميجابيكسل والكاميرا الثانية للبورتريب بقوة 2 ميجابيكسل راح تحصل على صور سيلفي مقبولة لكن مو الأفضل وبصراحة شوف الكاميرا الثانية زايدة كان أفضل لو تم استخدام كاميرا وحدة ومقللين الفتحة على شاشة وهسا نجي على النقطة اللي يتحدد شرائك لهذا الجهاز من عدمه انفينيكس مأنت عن السعر الرسمي للجهاز لكن متوقع أن يكون بسعر ميتين دولار متوقع أن يوصل الأسواق بداية شهر الداعش القادم بسعر أقل يعني ممكن نشوفه بحدود 180 دولار ننتظر وصوله لأسواقنا نجيبه ونجربه وننطيكم رأينا بالكامل بعد التجربة شاركونا رأيكم بالتعليقات أصدقائي عن الجهاز وشقد تتوقعون السعر هذا ووصل الأسواقنا لهنا نخلص فيديونا لهذا اليوم ونشاهكم إن شاء الله بالفيديو القادم في أمان الله